الترتيبات الأمنية لكم وليست عليكم يتذكر جميع اليمنيين هذا الشعار الذي رفعه الحوثيون كلافتة لاشتياح صنعاء وانقلابهم على الدولة وهاهم بعد ثلاث سنوات يقفون على أشلاء وطن لم يرى منهم سوى القتل والتجويع وإذلال أبنائه بعد ثلاث سنوات من الانقلاب بعد تخلصهم من حليفهم صالح خرج الحوثيون اليوم بإعلان أمني لا يفهم إلا أنه عنوان فتنة أهلية بين أبناء صنعاء يقول بيان الحوثيين أن على الأهالي الإبلاغ عن من تبقى من عناصر الفتنة والخيانة ويقصدون هنا أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بيان لا يقرأ إلا كتحريض على أن تصبح المدن التي يسيطر عليها الحوثيون بؤر تجسس بين أهالي الحي الواحد والقرية الواحدة والقضاء على آخر قشة في النسيج الاجتماعي اليمني وعرفنا ناس وزألتم وانزرتوا قالوا سننا نفعل دورة عشر يوم وعلا سنزل تجه للجباة وأنهم هانا متمركزين هانا جالسين هانا هنا قناة المسيرة تصور مع أهالي من أنصار الحوثيين وهم يتحدثون عما أسموه واجبهم في الكشف عن عناصر الفتنة والخيانة في معرض حث الأهالي على الوشية بجيرانهم من المؤتمرين أو أي شخصية معارضة أو وجهة اجتماعية يمكن أن تختلف معهم تعيش صنعاء رعبا يتسلل هذه المرة بين أزقتها الضيقة وأحيائها التي كانت آمنة فهاهم الحوثيون ينفردون بالشعب ويكشفون له وجههم الأكثر وضوحا والأبشع دموية يبدو أن صنعاء على أبواب مرحلة تغيير ديمقرافي تقوم به ميليشيا الحوثي فبعد اعتقال وتهجير كوادر الإصلاع وبعض المكونات السياسية في العام 2014 ها هي الأيام تأتي على المؤتمر وأنصاره فلن تقبل الميليشيا بغير صنعاء الحوثية المتشحة باللون الأخضر وما سوى الأخضر ليس له مكان في صنعاء اليوم بعد أن كانت مدينة كل الألوان أماء إعلامية تقول أن العديد من كوادر حزب المؤتمر فروا من صنعاء ومنهم من وصل إلى مأرب وإلى عدن هرب من بطش الحوثي تبدو صنعاء كامرأة أسيرة بيد لص لا مرؤة له هذا الأمر ليس بجديد على هذه المدينة فقد تعودت بين الحقبة والأخرى أن يفعل بها الإماميون ذلك لكن الجديد اليوم أن الإماميين يحاولون إفساد المجتمع وتحويله إلى جواسيس ضد بعضه رامل بأصول الجورة والأعراف الاجتماعية عرض الحائط حائط الوهم السلالي الدخيل على اليمن الكبير